الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا درس تالت والرابع. السؤال الاول بيقول هنا. بعد كده بيقول نقط. خلي بالك بيقول هنا يعني ان الجو كان غائم مليء بالصحب هذا الصباح ولكن الصحب دي بقى كلها عايز اقول انها يعني اختفت بمجرد طلوع الشمس. طيب كلمة اختفت اللي هي طبعا يبقى دي الاجابة. خلي بالك اول كلمة دي اسمها دي معناها محبط. انا عايز هنا اختفت اللي هي اللي بعده بيقول طيب خلي بالك برضو الفندق ده بيبدو ايه? عايز رأيه هنا بيقول انه يعني محبوش كويس. انا حقا لم احبه. يبقى هو سيء. كلمة سيء او فضيع اللي هي هاربه. السؤال اللي بعده بيقول هنا. طيب خلي بالك. بيقول هو عنده ايه? علشان كده يعني يجب انه ياخذ بعض الدواء. طالما الدواء يبقى هو تعبان. طيب الحاجة الوحيدة اللي تنفع عندي في الاختيارات اللي هي كلمة هادك. هادك اللي هي معناها صدعة يعني. يبقى هو عنده صدعة. اللي بعده طيب بيقول هنا لما انا زورت لندن انا اشتريت ايه يعني? لساعة بيجبين. طيب هنا عايز اقول اشتريت نموذج يعني. طيب بص عندي كلمة هنا اسمها موديل. موديل اللي هي طبعا معناها نموذج. اما موديل دي معناها مدالية. انا عايز هنا كلمة موديل اللي هي نموذج لساعة بيجبين. بعد كده بيقول. طيب خلي بالك برضو بيقول هنا ان هو يعني كان مدمن لألعاب الكمبيوتر. هو دايما بيلعبها كل يوم. طيب 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 بيلعب اللابة دي كل يوم يبقى هو بيكون مدمن لي. كلمة مدمن لي دي اسمها ادكتد تو. يبقى بقوله هنا ادكتد. السؤال اللي بعده بيقول طيب يوجد الكسير من الفيضانات بسبب ايه? طيب الفيضانات دي من اسباب التغير المناخي. تغير المناخي اسمه يبقى بسبب التغير المناخي. اللي بعده بيقول هنا انا بقرأ كتاب عن الصفر خلي بالك عبر الزمن. طيب كلمة عبر الوقت او الزمن دي اسمها فاقول هنا. اللي بعده بيقول لي طلاب بيستخدموا الانجليزي علشان يتواصلوا مع الاخرين. كلمة يتواصل مع دي اسمها كوميونيكيت ويز. فاقول هنا كوميونيكيت. السؤال اللي بعده بيقول هنا اي ستيد هوم فروم سكول بيكوز اف ماي نقط. بيقول انا اعدت يعني في البيت بسبب طبعا بسبب مرضي. كنت مرض دي اسمها الفيلم ده كان مضحك. احنا بقى عايزو لضحكنا كتير. طالما مضحك يبقى ضحكنا. اللي هي معناها يعني ضحكة. اللي بعده بيقول هنا ناس كتير بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي علشان تتواصل مع بعضها. طيب مواقع التواصل الاجتماعي دي اسمها سوشال ميديا. فتقول هنا ميديا. اللي بعده بيقول هنا. online courses نقط. as to study in our own home. طيب بتكلم هنا عن الكورسات اللي بتتاخد على الانترنت. طبعا دي بتسمح لنا اننا ندرس واحنا عاديين في البيت. طيب كلمة يسمح او يضع دي اسمها الاو. وبيجي بعدها مفعول وبعد انتو والمصدر. يبقى قوله الاو. السؤال اللي بعده. بيقول هنا. learning a foreign language is a great way to not other cultures. بيقول تعلم لغة اجنبية. دي دي طريقة رائعة يعني لطبعا استكشاف الثقافات الاخرى. طيب كلمة يستكشف لكي تستكشف يستكشف اسمها اكسبلور. فاقول هنا اكسبلور. اللي بعده بيقول هنا. don't touch the نقط لا تلمس ايه? or the machine will start. خلي بالك بقى. اوعى تلمس عايز يقول دراع الالة او دراع التشغيل وإلا الالة هتشتغل. مش كده? طيب دراع التشغيل ده اسمه liver. بيقول له هنا. the liver. طيب خلي بالك برضو في كلمة شبيهة لها. اللي هي liver دي معناها الكبد. دي انا مش عايز انا عايز طبعا اللي بالاي مش اللي بالاي. اللي بعده بيقول هنا. I am sorry. I talk your pen. نقط mistake. طيب انا اسف. انا اخدت قلمك. عايز يقول يعني بالخطأ. طيب كلمة بالغلط دي اسمها buy mistake. يبقى كلمة mistake بيجي قبلها buy. فاقول له هنا buy mistake. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء اسئلة الخاصة بالقواعد. طيب عندنا الحالة الاولى من حالات F واستخدمتها مع النصيحة. خلينا نشوف كده السؤال الاول. بيقول هنا you should not sure that you eat all types of healthy food. طيب هنا بيقول يجب ان تتأكد. عايز اقول لك على حاجة. دايما كلمة should حط عينك عليها وفتكره. كلمة should او shouldn't الكلمتين دول يا شباب بيجي بعدهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات. هنا هو عايز يقول يجب ان تتأكد انك انت بتأكل كل الانواع من الطعام الصحي. الفعل في المصدر اللي هو make make sure يعني يتأكد. السؤال اللي بعده نكمل مع بعض بيقول هنا you should help your mother with the housework. when she not tired. طيب خلي بالك دي الحالة الاولى من حالات انا عندي رابط هنا اللي هو وين قلنا وين او اف معناهم اذا او لو. الرابط ده لو جاي قبل منه should والمصدر دي اسمها نصيحة. او will والمصدر ده اسمه مستقبل. في الحالة الاولى بيجي بعدهم مضارع بسيط. اتفقنا سواء جاي قبله نصيحة. بshould او will يبقى بيجي بعده مضارع بسيط. طيب مضارع بسيط الفعل مفرد. اختار doesn't ولا is. doesn't عايزة وراها فعل في المصدر. يبقى هنا doesn't ما تنفعش لان دي صفة. يبقى ال is. معنى الجملة يعني لو هي بتكون متعبة. people shouldn't نقاط fast in the city center. برضو نفس الكلام. سهلة جدا. كلمة shouldn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر بدون اضافات. الناس لا يجب ان يقودوا بسرعة في وسط المدينة. يبقى هنا shouldn't drive. اللي بعده بيقول هنا. if you feel tired you not have a rest. طيب نفس الكلام. دي برضو الحالة الاولى. هنا عندي الرابط اللي هو if. جاي بعد منه هنا بقى جملة مضارع بسيط. لو الحالة دي نصيحة بتستخدم should والمصدر. هنا بيقول لو انت بتشعر بتعب. انت يجب ان تأخذ روحة. يبقى دي نصيحة. يبقى should have a rest. بعد كده when it rains you not take your umbrella. برضو دي نصيحة خلي بالك. لو الجو بمطر. خلي بالك بقى انت يجب ان تأخذ شمسية. مش كده? طيب يبقى دي حالة ايه? نصيحة. دي الحالة الاولى شباب. يبقى نصيحة يبقى should والمصدر. يبقى you should take. السؤال اللي بعده. بيقول هنا you not make noise if your father is asleep. برضو خلي بالك. لا يجب بقى انك انت تعمل ازعاج. لو باباك يعني نائم. برضو دي الحالة الاولى. اف جاء وراها مدرع بسيط. تيجي قبلها. should او shouldn't والمصدر. ودي حالة نصيحة. طيب يبقى هنا لا يجب عليك. عايز انفي فاقول ايه? you shouldn't make noise. السؤال اللي بعده بيقول هنا. you should do sports. نقط. you have free time. طيب خلي بالك. يجب ان انت تعمل رياضة. دي نصيحة. بعدين نقطة وبعدين جملة مدرع بسيط. الرابط بقى اللي بيجي قبل منه نصيحة. وبعد منه مدرع بسيط هو if or when. اللي موجود عندي اللي هي طبعا when. يعني يجب انك تعمل رياضة. لو يعني عندك وقت فرغ. اللي بعده. you have a great job. you not change it. طيب انت عندك وظيفة رائعة. طبعا طالما وظيفة كويسة لا يجب انك انت تغيرها. طيب كلمة لا يجب دي اسمها shouldn't. يبقى هنا انا عايز نصيحة بالنفي. عشاني نكتسبها يعني. فتقول shouldn't. اللي بعده بيقول هنا. not tell my teacher if I don't understand. برضو نفس الكلام انا عندي الرابط. الرابط اللي هو if جاي بعده مدرع بسيط يبقى دي الحالة الاولى. طيب ده سؤال يا مستر خلي بالك بقى. لما يكون عندك سؤال السؤال بيبدأ بفعل مساعد او ناقص. طيب احنا لنا الحالة الاولى يبقى هبدأ هنا بshould وبعدين الفاعل. لان دي حالة مصيحة. يبقى should i معنى الجملة يعني هل يجب ان انا اخبر مدرسي لو انا مش فاهم يبقى should i. ايه اللي بعده? بيقول you shouldn't not apply it. it's bad for you. طيب برضو نفس الكلام دي سهلة shouldn't قلنا بيجي بعدها الفعلة في المصدر. يعني ايه مصدر بدون اضافات? لا يجب ان تبقى لوقت متأخر. يبقى ايه اللي هو الفعل بدون اضافات. طيب نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده بيكون في عندي سؤال مهم جدا وهو سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا you shouldn't not your time. خلي بالك احنا قلنا بقى الجزئية دي سهلة خلاص. كلمة shouldn't دايما نحطها هناك عليها وفتكر. should او shouldn't. دي اتنين دول بيجي بعدهم الفعل في المصدر. المصدر هتشيل ing وترجع الايه تاني. دي كلمة waste. معنى الجملة لا يجب ان تهدر وقتك. ما تضيعش وقتك يعني. فتقول لي shouldn't والمصدر اللي هو waste. اللي بعده? بيقول هنا what should i know about my problem? طيب ده سؤال برضو في نصيحة. يا مستر هو should لازم النقط بعدها? لا عادي. سؤال في السؤال او النفي او الاسبات بيجي بعدهم الفعل في المصدر. خلاص يبقى should i do. معنى الجملة ماذا يجب ان افعل. بعد كده بيقول you shouldn't. نقط. so much coffee it's bad for you. ها سهلة دي بقى. قول انت. هتقول لي يا مستر shouldn't وراها نقط. النقط دي بحط فعل في المصدر. المصدر بقى من drinking اللي هو drink. بمعنى لا يجب انك انت تشرب قهوة كتير يعني. ده مدر لك. فهتقول لي drink. بدون اضافات. اللي بعده. if you are in a library. you not make noise. برضو هي نصيحة بس خلي بالك الرابط هنا جاي بعده مدرع بسيط. وفيه هنا should طب الغلطة فين? اللي بقول لك تعمل ازعاج. اه يبقى هنا ما ينفعش انك تعمل. يبقى عايز ينفي. معنى الجملة لو انت في المكتبة لا يجب عليك يبقى shouldn't make noise. ما ينفعش تحدس ازعاج. واللي بعده you should not your teeth everyday. نفس الكلام برضو. قلنا shouldn't او shouldn't بيجي بعدها المصدر. المصدر انك هتشيل. هترجع الفعل الاصله. اللي هو clean. يبقى you should clean. اللي بعده? بيقول هنا. have you not someone you shouldn't make friends with them online. طيب. خلي بالك بقى. انا عندي الرابط اللي هو if. قلناه على حسب الجملة التانية. الجملة التانية هنا جملة نصيحة يبقى ديها حالة اولى. خلاص? حالة الاولى. اف بيجي بعدها مدارع بسيط. مدارع بسيط هنا منفي. لانه يجيب لك not. عايز يقول يعني. لو انت متعرفش شخص. ما ينفعش ان انت تكون صدقات مع الناس ما تعرفهاش. الفعل جمع يبقى هنفي ب don't. عايز مدارع بسيط منفي. فاقول don't والفعل في المصدر اللي هو no. يبقى you don't know someone. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا. وهو سؤال ادقالك. سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك تقرر المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك. السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه. طيب بيقول هنا. فرح عندي سارة. are talking about types of technology. فرح و سارة بيتكلموا عن انواع التكنولوجي. طيب خلينا نشوف كده. فرح بتكلم سارة وبتسألها. do you know much about technology? هل انت تعرف يعني حاجات كتير عن التكنولوجي? تكمل بقى لشان تعرف هتقول لها yes ولا no? قالت لها حاجة. وسألتها what type of technology do you use everyday? ايه نوع اللي بتستخدمها? واضح كده ان هي طلعت عارفة. فهنا سؤال بهل هجاب بyes. زي ما تعودنا بقى بنقول yes. وبنعمل بعد كده كما. والyou بتتحول في الاجابة الى i. ودو هتنزل زي ما هي. فاول اجابة شباب هنقول yes i do. ايوة يعني اعرف. طيب بعد كده سألتها اين نوع التكنولوجي اللي بتستخدمها كل يوم? طيب انا ما عرفش. كمل علشان تعرف. صارة قالت عليها. فرح سألت ها سؤال. قالته الاجابة i use the internet. باستخدم الانترنت علشان اتواصل مع اصدقائي. يبقى هي بتستخدم ايه بقى? برا فعليك الانترنت. يبقى ده النوع اللي هي بتستخدمه من التكنولوجي. يبقى انا هرجع بقى للاجابة رقم اتنين. ايه نوع التكنولوجي? هتقول لها i use the internet. يعني انا بستخدم الانترنت. عارفنا ان ايه نرجالة من المحادسة. عشان كده مهم جدا تقرأ المحادسة كلها قبل ما اتحد. هتقول لها i use the internet. وممكن اقول everyday يعني بستخدمه كل يوميا. بعد كده فرح بتسأل سؤال. الاجابة صار قلت لها i use the internet to communicate with my friend. خلي بالك بقى. بتقول لها بستخدم النت. علشان اتواصل مع اصدقائي. طالما تو المصدر يبقى هنا بتسأل عن السبب. هتسأل هنا باي. عايزة تقول لي يعني ليه انتي بتستخدمي النت. فتقول لها واي. فالمساعدة هنا هيكون دو. لان الفعل في الاجابة يوز جاي في المصدر. والاي بتتحول الى يو في السؤال. واكمل بقى use at everyday. ليه بتستخدمي النت يعني او ليه بتستخدمي فقالت لها عشان اتواصل مع اصدقائي. طيب. بعد كده فرح بتسأل سؤال. علشان اعرف السؤال لازم اعرى الاجابة. قالت لها yes sometimes I have problems online. ايوة احيانا بيكون عندي مشكلات على الانترنت. يبقى واضح بتسألها سؤال بهل. طالما الاجابة يا شباب بدأ بيس. يبقى ده سؤال بهل. طب هجيب هل منين? الفعل هنا have جاي في المصدر. يبقى تسأل بدو. هتقول do you have. بمعنى ايه بقى? بمعنى هل انت عندك يعني اي مشكلات? يبقى do you have any problems هل عندك? اي مشكلات يعني? online على الانترنت. فقالت لها ايوة عندي مشكلات. في الاخر قتلها what should you do if you are worried about something online? ايه اللي لازم اعمله بتسألها بقى? لو انا قلقة من حاجة على الانترنت. طبعا دي اجابة سهلة. هتقول انك انت لازم تخبر والديك. مثلا يعني. او المدرس بتاعك. طيب اقول يجب عليك دي اسمها اي شود او يجب عليها لانت بتسألها انت هتعمل اياك. فبتقول لها اي شود تل. ونقول مثلا my parents. يعني يجب ان انا اخبر الوالدين. او تقول مثلا the teacher المدرس وهكذا. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس التالت والربعة. بيبدأ معي بسؤال مهم جدا وهو سؤال القطعة. خلي بالك السؤال ده برا عن قطعة. القطعة دي بتقرأ كويس جدا علشان تعرف تحل عليها. دلوقتي هنقرأ قطعة بتاعتنا علشان نبدأ نحل عليها. طيب القطعة بتاعتنا بيقول لهنا social media has become an important part of our daily lives. بيقول ان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت يعني جزء مهم جدا من حياتنا اليومية. طيب بعد كده بيقول we use to communicate with friends. بيقول كمان احنا بقى بنستخدمها علشان نتواصل مع اصدقائنا. ويه كمان share our ideas and the photos وكمان نشارك افكارنا ويصور ايه. and know the latest news. كمان بنعرف منها احدث الاخبار. however ومع ذلك بقى using too much social media. استخدام مواقع التواصل دي بشكل كبير can also have negative effects. بيقول كمان ان مواقع التواصل الاجتماعي لو اعدنا عليها فترة طويلة بيكون لها تأثير سلبي يعني. طيب بعد كده بيقول on our mental and physical health. التأثير ده بيكون على صحتنا البدنية والعقلية. for example مثال على ذلك spending too much time قضاء وقت كبير جدا on social media على مواقع التواصل can make you feel worried and lonely. طيب ده اول مثال كده. بيقول مثال على كده انك تقضي وقت كتير على مواقع التواصل ده هيشارك بالقلق والوحدة. بعد كده بيكمل وبيقول it can also هو كمان cause us to have poor sleep habits. كمان الموضوع ده اللي هو طبعا قضاء وقت بيسبب لك يعني عادات سيئة في النوم. طيب هو هيسألك هنا كلمة it بتعود على ايه? احنا قلنا ان هو كمان بيسبب اللي هو مين بقى? قضاء وقت طويل على social media. خلاص كده? وكمان بيسبب eye problems مشكلة في العين يعني and problems with our back. ومشكلات مع الظهر. بيقول بعد كده it's important to be careful of how much time we spend on social media and to take breaks. بيقول كمان انه مهم جدا نكون حرسين مع الوقت اللي بنقضيه على مواقع التواصل وناخد راحة when necessary. لو كان الموضوع ضروري يعني when shouldn't be addicted to social media? كمان ما ينفعش انك تبقى مضمن لمواقع التواصل or any technology او اي تكنولوجيا تاني. by doing so بفعل ذلك we can enjoy the benefits of social media without hurting ourselves. بيقول بفعل كده يعني نقدر نستفيد خلي بالك benefits يعني فوائد المواقع التواصل الاجتماعي بدون ان احنا نسبب اضرار. طيب بعد كده بيبدأ بعد ما قرنا القطعة نقرأ الاسئلة علشان نحله. بيديني تلات اسئلة مقاليين وتلات اسئلة اختياري. نبدأ مع بعض السؤال الاول. بيقول هنا what is the main idea of the passage? طيب السؤال ده مهم جدا وبيتكرر. ايه الفكرة الرئيسية للقطعة? اصلا القطعة كلها بتتكلم عن السوشال ميديا. اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. فاول اجابة بكل بساطة كده هتكتب سوشال ميديا. اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. عادة اجابة السؤال ده بيكون في اول سطر. طيب السؤال اللي بعده بيقول what does the underline pronoun it? الضمر it اللي في القطعة بيشير الى ايه? طيب خلينا نرجع للقطعة علشان نشوف. كنا قلنا. هو ممكن يسبب كمان كزا وكزا وكزا. ايه هو بقى? برافو عليك السطر الابراع على طول اللي هو يبقى دي الاجابة. خلاص كده? يبقى بتشير الى يا شباب. هتكتب انت بقى في الاجابة عندك. يبقى رقم اتنين السؤال التاني. اجابته هنكتبها قضاء وقت طويل على السوشال ميديا. يبقى دي الاجابة رقم اتنين. طبعا سوشال ميديا. السؤال الثالث بيقول هنا. how do you think we can enjoy the benefits of social media without harming ourselves? طيب بيقول ازاي في رأيك نقدر نستمتع بفوائد مواقع التواصل من غير يعني ما نقزي نفسنا. هو قال لي ده في السطرين اللي في الاخر. طيب الاول بس كده هنزبط اجابتنا. هو هنا بيقول لي to be careful علشان تبقى حريس او او لازم انك تبقى حريس. من المهم انك تبقى حريس. طيب انا عايز ازبط الاجابة بقى اقول ايه? هلقى نكتب باي. هنكتب جزء وهتكمل بقى. باي being careful. دي معناها بكونك حريس. وكمل بقى من بعد كلمة careful. طيب هتكمل لحد فين? تعالى معايا كده. بقول لكونك حريس. تبقى حريس طبعا على الوقت اللي انت بتقضيه. وتاخد راحة. ممكن تكتب الجزء ده كله في الاجابة وممكن تكمل كمان السطر اللي بعده. اللي هو كمان ان انت ما تبقاش مدمن لآآ سوشال ميديا واي تكنولوجيا. كل دي صح. يبقى رقم ثلاثة. هنكتب باي being careful. ونكمل من بعد كلمة ايا شباب من بعد كلمة careful. خلاص كده? يبقى دي الاجابة رقم ثلاثة. طيب. بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال مهم برضو للقطع وهو اسئلة الاختياري. خلي بالك اسئلة القطع كلها بتحلها من خلال القطع. السؤال الاول بيقول there are some not facts of using social media. يوجد بعض عايز يقول طبعا الاثار الايه لإستخدام مواقع التعاصل. هو قال لي في حاجات ايجابية وحاجات سلبي. يعني الاثنين. الاثنين اللي هو الاختيار رقم c. اللي هو negative and positive. اه طبعا تأثير سلبي وإيجابي. السؤال اللي بعده بيقول spending too much time on social media can make you not to add. قضاء وقت طويل على السوشال ميديا مواقع التواصل. ده ممكن يخليك تد منها او مدمن لها. اللي هي addicted to. السؤال اللي بعده بيقول the word poor in the passage means a. قلنا عادات سيئة لانه بكلمة poor جايب معنى سيئة. بتساوي ايه? يعني حاجة وحشة يعني. اللي هي طبعا تعني يعني تساوي. الحاجة الوحشة الوحيدة هنا اللي هي كنت بتبعد. يبقى هنا بتساوي poor. طيب. نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا. متحت can drive because he not has driving it است. طيب متحت يعني يقدر انه يقود بسبب انه هو اكيد نجح فيه اختبار القيادة. طيب حد بيقول لنا عندي كلمتين هنا. ساكسيدد وباست. هاختار ايه? كلمة ساكسيد لازم يجي وراها حرف جار ان. مش موجود عندي يبقى ما تنفعش. يبقى بيقول له طبعا نجح اللي هي باست. بعد كده بيقول. هي didn't intend to break the glass. هي broke it by نقط. طيب هو ما كانش ناوي انه يعني يكسر الازاز. هو كسره بالخطأ. كلمة بالخطأ دي اسمها by mistake. كلمة مهمة ولازم تحفظها. اللي بعده بيقول هنا. the note of the door is broken so we can't open it. طيب حاجة هنا بيقول يعني مقبض عايز يقول كده الباب انكسر عشان كده مش قادرين نفتحه. طيب مقبض او اكرة الباب دي اسمها handle. كلمة مهمة ولازم تحفظها. يبقى اسمها handle. اللي بعده بيقول هنا my mom always gives me good نقط. when i feel sad. بيقول ماما دايما بتديني. عايز قول نصائح جيدة لما كونز علاني يعني. طيب كلمة نصائح دي اسمها advice. يبقى اقول له advice. خلي بالك بقى دي معناها نصائح او نصيحة. كلمة device دي معناها جهاز. قعد لخبطك. السؤال اللي بعده بيقول هنا my mother was worried نقط. me when i came home late. ماما كانت قلقة. عايز القلقة عليا يعني لما انا اتأخرت. طيب كلمة اللي هي معناها قلق بيجي معه حرف جر ثابت كده اسمه about. يعني قلقة عليا. يبقى اقول له about. اقول اللي بعده بيقول هنا my brother likes the internet. he plays not games on it. اخويا بيحب الانترنت. هو عايز يقول ان هو يعني بيلعب العاب على الانترنت. طبعا دي اسمها online games. يبقى انا عايز هنا كلمة online. الصفحة اللي بعد كده يعني نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. my little sister اخت صغيرة is not sweet. she always wants to eat them. بيقول ان اخت صغيرة عايز يقول لي يعني انها بتكون مدمنة للحلويات. اللي عرفت بيقول لي هنا هي دائما عاوزها تاكل. هي دائما عايزها تاكل حلويات. تبقى مدمنة لي. مدمن لي دي اسمها addicted to. بيقول له هنا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا. I have a party tonight. what should I know? طيب بيقول هنا يعني انا عندي حفلة النهاردة. ماذا يجب ان ارتدي? احنا قلنا ان كلمة should بيجي وراها الفعل في المصدر. الفعل في المصدر يا شباب اللي هو بدون اضافات. يعني where? السؤال اللي بعده بيقول هنا. what should I do if I know a problem with my friends? طيب برضو ده سؤال. عندي هنا الرابط اللي هو if. قلنا جاي قبله نصيحة. بيجي بعده مدرع بسيط. مدرع بسيطة على حسب الفعل. I هنا بيعامل معاملات الجمع. فاختار الفعل في المصدر اللي هو have. اللي بعده بيقول هنا. it's a terrible film. فيلم سيء. you not watch it. طيب دي نصيح. الفيلم ده سيء وفظيع. يبقى لا يجب ان انت تشاهده. كلمة لا يجب. دي يخلي بالك اللي هي كلمة shouldn't. يبقى you shouldn't watch it. طيب. نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده. بيكون عندنا هو سؤال correct. طبعا سؤال correct هو سؤال خاص بالقواعد. السؤال الاول بيقول هنا. if you want to get to the park quickly. بعد كده بيقول you not the bus. طيب. ادي الرابط جاي بعده مدرع بسيط. لو انت عاوز توصل بسرعة. يبقى دي نصيحة. يجب ان انت تاخد تاكسي حد بينصح التاني. او تاخد اوتوبيس يعني تركب الاوتوبيس. طيب في النصيحة بنستخدم should زائد الفعل في المصدر. يبقى انت هتكتب should وتجيب المصدر زي ما هو كده اللي هو take. يبقى should take the bus. اللي بعده بيقول هنا. children shouldn't. نوعات. sugary drinks. it's not. خلي بالك دي حاجة غير صحية. يبقى لا يجب ان هم يشربوها. طيب shouldn't اصلا بيجي ورا الفعل في المصدر. هتشيل ing. المصدر بقى اللي هو drink. اللي هو الفعل يعني بدون اضافات. يبقى دي سهلة كده. اللي بعده بيقول هنا. you should not your teeth every day. خلي بالك برضو. عايز يقول يجب عليك ان انت تغسل سنانك. الفعل في المصدر هنا هتشيل l-ed. ليه? ليه جبنا الفعل في المصدر? لان should and should انت قاهدتهم ان بيجي ورا من الفعل في المصدر. اللي هو brush. بمعنى تغسل اسنانك. اللي بعده should i drink hot tea if i not a headache. طب ده سؤال. انا عندي آآ الرابط اللي هو af. بيجي بعد منه مدارة بسيط عشان دي الحالة الاولى. يعني هل يجب ان انا اشرب شاي ساخن? لو انا عايز اقول عندي صدع. طب المصدر من هاز اللي هو have. يبقى af i have هادك. بعد كده سؤال paragraph زي ما قلنا ان شاء الله زي لمزكرة قريب جدا هتعرفك ازاي تعرفت حل السؤال ده.